بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أيو المسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الطلاب أيها الطالبات الصف الثاني متوسط الفصل الدراسي الثاني المادة توحيد سيكون معنا إن شاء الله بإذن الله في هذه السلسلة مراجعة للتوحيد لكل ما درستموه في الفصل الدراسي الثاني اليوم إن شاء الله بإذن الله سنأخذ الوحدة الأولى والوحدة الثانية ففضلا يكون معك الكتاب ويكون معك القلم حتى نبدأ نضع إشارات نضع علامات نضع أعداد يساعدكم كثيرا في تجميع الدرس وفي الفهم وفي الحفظ وإن شاء الله لما يأتي الامتحانات تكون الصورة الذهنية للدروس متوافرة لديكم هذه هي الصفحة السابعة اليوم بإذن الله سنراجع درس الدعاء رقم واحد واثنين ثم الاستثناء في الدعاء ثم الأيمان والمقصود فيه الحلف سنأخذ تعظيم الحلف بالله الحلف بغير الله الإقسام على الله سبحانه وتعالى هذه هي درس الوحدة الأولى ما يتعلق بالدعاء الدعاء رقم واحد ورقم اثنين والاستثناء في الدعاء هذا بركة الله افتح معي صفحة 11 صفحة 11 الدعاء طبعا الدرس الأول الدعاء رقم واحد والدعاء هو من العبادات القلبية والعبادات أيضا القولية هنا بارك الله فيك لخصت لك هذه الصفحة لخصت لك في سؤالين السؤال الأول ما هي أداب الدعاء أداب الدعاء قسمين فيه واجب وفيه مستحب طيب ما الواجب يا أستاذ الواجب هو الإخلاص الله سبحانه وتعالى في هذا الدعاء أن أكون أنا وأنا أدعو الله سبحانه وتعالى أدعوه وحده لا شريك له أثنين أن يكون الكسب حلال فأكلي حلال شربي حلال لبسي حلال كلها هذه أمور واجبة في الدعاء طيب وما هو المستحب؟ المستحب عدة أشياء منها استحضار القلب يعني ما يكون سين يدعو ووصني هوجس ولا يفكر في شيء آخر الثانيا أن يوقن الإجابة أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب له ما يقول يمكن أنا دائما حظي شيء لا أنا يمكن ما توفق لا يدعو الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى سيوفقه الأمر الثالث الأمر الثالث وهو هذا أنا سأتابعه لكم في المؤشر حتى تتضح لكم هذا رقم واحد وهذا اثنين وثلاثة الدعاء امتداء الدعاء يكون بحمد الله والثناء عليه بأسمائه وصفاته يعني مثلا اللهم أنت الواحد الأحد العزيز الحكيم الخبير وسيأتينا ثم يصلي على النبي عليه السلام ثم يبدأ بالدعاء الطهارة إن أمكن ذلك واستقبال القبلة ورفع اليدين وأيضا تكرار الدعاء أكثر من مرة مثلا اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي للدعاء واجب عداب واجبة وعداب مستحبة ونكمل في الصفحة هذه الصفحة التي تريها صفحة 12 طيب كيفية الدعاء كيف إنسان يدعو يدعو بهذه وهذه من الأشياء المستحبة هذا المربع هذا من الأمور أو المستطيل هذا من الأمور المستحبة فلما إنسان سيدعو بالمغفرة فيناسبا تقول الغفور الله الغفار الرحيم الرحمن إنسان لا يريد مال يريد ولد الجيد أن يدعو الكريم المنان الوهاب إنسان مثلا أخطى وسيدعو على شخص أنه أخطى عليه لأنه ظلمة يقول القوي العزيز الملك وغيرها فهذه من الأشياء التي يستحبها لكن كما ذكرنا سابقا أن الدعاء على سليقة الإنسان على سليقة الإنسان لا يسل فيه تكلف تكلف لازم الصوت مرتفع أو لحن أو سجع كل هذا لا يشترط في الدعاء ولا أحيانا يستحب ولد للإنسان بما في قلبه بما في قلبه إذن صفحة هذه كلها يهمنا فيها النقاط الثلاث هذه النقاط الثلاث هذه ما التي تريها فهي التوسل بصفات الله سبحانه وتعالى الله لو ذكرنا سابقا له أسماء وصفات هذا كلها درستموه الصف الأول متوسط طيب هنا في قسمين القسم الأول إنسان يدعو باستفات الله برحمتك السغير أعوذ بالله بعظمتك أعوذ بكلمات الله التهمات مشاري ما خلق أو بصالح الأعمال هذه صالح الأعمال يقول الله أن أسألك مثلا ببري بوالدتي أن ترحمني أن توفقني أن توسل لأمر الامتحانات أن توسل لأمر شيء معين أو الزواج أو السفر أو غيره إذن يجوز المسلم التوسل بصفات الله تعالى وبالأعمال الصالح هذا لو جاك ما هي الصفات وهذا أيضا يتهى الطلاب والطالبات لو جاكم بالأعمال وغيرها من الأعمال الصالحة أيضا نكمل في الدعاء وهذا مهم جدا في صفحة 15 صفحة 15 أوقات الإجابة هذه أوقات الإجابة هذه أوقات يتحرر الإنسان فيها الإجابة الثلاث الأخير من الليل يعني قبصات الفجر بوقت التطبيقات الحالية التي تذكر بالصلاة يضعون فيها منبه يضعون فيها منبه ينبه على وقت الصلاة ينبه على وقت هذا الثلث فجيد الإنسان أن يتابع فيه ثانيا كما ذكر لك هنا عند الأذان والإقامة عند الأذان والإقامة أو بين الأذان والإقامة الثالث عند صعود الإمام يوم الجمعة المنبر حتى تنقذ الصلاة الإمام هو يصعد للدرج يستحب هنا الدعاء ثم آخر ساعة من يوم الجمعة آخر ساعة من يوم الجمعة يعني قبل أذان المغرب بوقت سواء ساعة ساعة ونص وهكذا يوم عرفة يوم عرفة السادس ليالي العشر من رمضان وفيها طبعا ليلة القدر وهي مشهورة ومعلومة ومعروفة والصائم عنده فطره وهذا يعني هذا أكثر شيء يعني ينتشر عند الناس وبالعكس من أوقات الإجابة قبل الإنسان ما يتناول الإفطار وإن شاء الله كلها تقريبا ثلاثة سابيع وسيدخل رمضان فمن الجيد الإنسان قبل ما يتناول الإفطار بوقت يرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى بما يريد إذن هي سبعة أمور الثلاث الأخير من الليل بين الأذان والإقامة أو وقت الأذان والإقامة عنده صعود الخطيب للمنبر آخر ساعة من يوم الجمعة يعني قبل أذان المغرب يوم عرفة ليالي العشر عنده الإفطار عنده إفطار الصائمين سواء كان صيام واجب مثل رمضان أو صيام مستحاب مثل أيام البيض أو أو ست من شوة إذن لخصنا برضو الورقة هذه في هذه السبع فقرات أيضا الدعاء انظر إلى صفحة ستة عشر صفحة ستة عشر ما أحوال إجابة الدعاء أحوال إجابة الدعاء هي هذه وهي أقرب ما يكون العبد في حالة السجود وفي حالة الصيام وفي حالة السفر هذه أحوال للإنسان تعتريه وهذا يحصل لنا دائما يفضل فيها ويستحب فيها الدعاء وإن شاء الله يعني هذه ميضة من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء يستجاب فيها الدعاء هناك أوقات لا يصلح فيها الدعاء أو يحرم فيها الدعاء أمرين أمرين شوه باللون الأصفر عندك هنا الدعاء بالإثم الدعاء بالإثم مثل مثل لو شخص بيصرق يقول يا رب يوفقني هذا أصلاً هي فعل محرم فعل محرم ولهذا لا يجوز الدعاء في هذه الحال أو شخص أو حتى ذكر لك هنا مثال أو الدعاء على شخص لم يظلمك شخص ما ظلمك ولا رأيت من أي مكروغ ولا حصل من أي موقف سلبي أو سيء فيدعو عليه إنسان فهنا هذا دعاء بإثم الثاني وهذا أمر مهم جداً الدعاء بقطيعة الرحم مثل الدعاء على الوالدين وهذا والله الحمد يعني في مجتمعنا المسلم نادراً ما يقع مثل هذه الأمور الإنسان يدعو على والديه أو فيه نقطة مهمة أحب أن أنبه عليها في هذا المجال الدعاء على النفس جعل يموت جعل يجيلي مثلاً مرض الشين جعل يأنكسر جعل يحصل لمصيبة إذا أنا ما سويت كذا فهنا لا يجوز الدعاء بالطريقة هذه لا يجوز لأن فيها إثم فيها إذاء فيها أثر فيها إذاء للنفس فهنا أيضاً لا يجوز حتى هو ذكر لك هنا قال أو دعاء الإنسان على نفسه أو ماله بالذهاب أو الخسارة وهذا يقع لأسر الحيان من بعض الأمهات ويقع من بعض الطلاب والطالبات حتى يبرر أنه صادق يقول جعل أموت الحين جعلها تنكسر رجلي جعلها أرسم جعلها أموت الله ما يوفق هذا كله لا يصلح هذا كله لا يصلح طيب وش الدليل يا أستاذ انظر هنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن النبي عليه الصلاة والسلام ومنه قال لا يزالوا يستجابوا للعب ما لم يدعوا بإذن أو ماذا أو قطيعة رحم ما لم يستعجل قيل ومن استعجال يا رسول الله انظروا هذا يقول دعوت قد دعوت قد دعوت فلم أرى يستجاب وليه فيستحسد يستحسد يعني خالص ينقطع عن الدعاء فيستحسد عن ذلك ويدع الدعاء ونستفيد حنا من هذا الحديث الإلحاح في الدعاء الإلحاح في الدعاء إذا لازلنا في الدعاء صفحة 17 ما هي موانع الدعاء وذكرناها قبل قليل قلنا أكل الحرام أو استعجال الإجابة أكل الحرام هذا رقم واحد أو استعجال الإجابة يقول دعوت دعوت فلم يستجاب الآن افتح معي صفحة 19 من مراد بالاستثناء في الدعاء من مراد بالاستثناء في الدعاء وهذا مما ينتشر على ألسلة الناس أول ناخذ التعريف التعريف هو تعليق الدعاء بمشيات الله هذه تحط وتحتاخض لو جاك سؤال من مراد بالاستثناء في الدعاء تقول هذا هو تعليق الدعاء بمشيات الله طيب مثالة يا أستاذ مثل لما يقول اللهم اغفر لي انشعت خلاص المفترض هذه العبارة ما يقولها يقول اللهم اغفر لي مثل اللهم ارحمني انشعت لا يقولها خلاص اللهم أرحمني يعزم يعزم المسألة يعزم المسألة معناها يعزم في الدعاء يعزم في الدعاء أو مثلا أنه عنده اختبار أو أخوه بيتزوج ولا طالب أن أخوها بيتزوج ولا أختها بيتزوج يا رب توفق أختي في زواجها إن شاء الله اللهم وفقها في زواجها إن شاء الله الله يسر أموركم إن شاء الله الله يبارك فيكم إن شاء الله لا مباشر الله يبارك فيكم الله يوفقكم الله يحفظكم بدون كلمة إن شاء الله طيب وشي الحكم يا أستاذ يحرم الاستثاثة في الدعاء ما الدليل قال عليه الصلاة والسل لا يقول لنا لا يقول لنا أحدكم اللهم اغفر لي انشئت اللهم ارحمني انشئت هنا ليعزم المسألة شو معنى يعزم المسألة خلاص يوقن إن شاء الله بالإجابة فإن الله لا مكره له يعني وانت تقول هذا الدعاء كانت تكره الله صفحة تعالى هذا الفعل أو كان فيه استغناء عن رب العالمين وسيأتينا الآن بعد قليل شيء من التفاصيل في هذا الجانب هذا الدرج في صفحة هنا الآن لماذا لماذا نهي عن الاستثناء في الدعاء هذا هو الجواب واحد أنه يشعر بأن الله له مكره والله سبحانه وتعالى لا مكره له والله سبحانه وتعالى ليس له لا مكره له ثانيا أنه يشعر بأن هذا الطلب أمر عظيم على الله وأن الله لا يستطيعه وهذا لا يجوز فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء من أسماء الله الملك من أسماء الله العزيز من أسماء الله القدير من أسماء الله الجبار هذه كلها معاني تدل على أن الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض أيضا يشعر باستغناء العبد عن ربه باستغناء العبد ويسمى هذا حديث قدسي إذا شفت العبارة هذه وضعت عليها أنا مستطيل فيما يروى عن الله تبارك وتعالى هذا دليل يسمى حديث قدسي اسمعوا يا عبادي الآن الكلام موجه لنا جميعا صغير أو كبير ذكر أو أنثى لو أن أولكم أولكم يعني أول الزمان من آدم عليه السلام وآخركم إلى آخر شخص سيموت هذا حين واحد أولكم وآخركم إلى آخر إنسان سيموت وإنسكم كل الإنس وجنكم كل الجن قاموا في صعيد واحد كلهم اجتمعوا في مكان واحد الآن عدد سكان العالم سبع مليار الآن في العصر الحاضر طيب والذي قبل والذي قبل والذي قبل والذي قبل والذي قبل والذي سيأتي بعد الآن هنا يأتي الشاهد فأعطيت كل إنسان مسألته لو كل واحد منهم طلب طلب أي كان طلب طلبين ثلاثة عشرة ثم الله سبحانه وتعالى استجاب لكل واحد لكل واحد من الأولين والآخرين والإنس والجن ما نقص ذلك من عندي شيء يعني كل هالاستجابات لا تنقص من الله سبحانه وتعالى ثم أعطانا تشبيه لهذا الأمر حتى يقرب المعلومة لأذهاننا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يعني تخيل جاس على كرنش جدة على البحر الأحمر أو جالس في الهاف مون وجبتها لك إبرة الإبرة هذه الخطوم فيها ودخلتها في الموية وطلعتها مرة ثانية هل ينقص شيء من البحر؟ ها وش رايكم؟ طعم بتقول ما ينقص ولا شيء ولا شيء هذا الحديث يتكلم عن هذا الجانب نعيدها مرة ثانية يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من عندي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر وهذا بالعكس وهذه رسالة لنا جميعا بالإكثار من الدعاء في كل ما نريد كل ما نريد من حاجات فنرفع أيدينا وندعو الله سبحانه وتعالى سنتكلم في هذه الشراحة القادمة عن الأيمان الأيمان المقصد فيها الحلف المقصد فيها الحلف ليس المقصد هنا الإيمان اللي في القلب المقصد فيها الحلف أخذ الشريحة الأولى أو المقطع الأول ما معنى الحلف؟ هذا معنى تعريف الحلف هذا هو هو القسم يعني القسم بحرف من حروف القسم وهي والله هذا الواو والباء والتاء والله وبالله وتالله وعادة يشرع الحلف لتأكيد أمر محلوف عليه يعني إنسان عنده عمل وقال من لي يفعل هذا أو أنت اللي صلحته لا يمكن ما يمكن في إنساني يحلفك بالله العظيم أني أنا اللي سويت هذا العمل طيب السؤال الذي يليه وهذا سؤال مهم بماذا يكون الحلف هذا هو بأسماء الله هذا رقم واحد وصفاته رقم اثنين إذن لوجك سؤال بماذا يكون الحلف المسلم يحرف بماذا تقول بأسماء الله الحسنى وصفاته العلا وصفاته العلا طيب وش الدليل هذا الدليل هذا هو الدليل وضعت لك السؤال أنا ضعت لك هذا السؤال ما الدليل على وجوب الحلف بأسماء الله وصفات تقول الدليل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وفي رواية من كان حالفا فلا يحلم إلا بالله سواء الرواية هذه أو الرواية هذه إذا خدت منها ما فيه إشكالية طيب وشي الأمثلة يا أستاذ هذه الأمثلة واحد بأسماء الله والصفاء اللي هو الله وتالله وبالله والرحمن وأقسم بالله العظيم طيب صفاته مثل هذه أقسم بعظمة الله أقسم بالقرآن الكريم كل هذه تعتبر من صفات الله سبحانه وتعالى لماذا القرآن لأن القرآن هو كلام الله وهي صفة من صفاته سبحانه وتعالى صفة من صفاته سبحانه وتعالى وهذه أيضا الصفة كان النبي عسسام يقولها والله والذي نفسه محمد بيده يقصد بذلك الله سبحانه وتعالى لا ومقلب القلوب يقصد به الله ورب الكعبة لكن لو قال إنسان والكعبة نقول هذا ما يصلح لأن الكعبة هي جماد ولا يجوز الحلف بالكعبة لكن لو قال ورب الكعبة طيب لو قال أقسم بآيات الله إذا يقصد المصحف فهذا ما فيه مشكلية لكن لو يقصد بآيات الله مثلا السماوات هي من آيات الله الأرض من آيات الله فهنا لا يجوز أنه حلف بمخلوق وهذا لا يجوز إذن الحلف ملخصه يكون بماذا؟ بأسماء الله وصفاته هذه أهم نقطة في الدرس هي هذه أن الحلف يكون بأسماء الله وصفاته بأسماء الله وصفاته الشريحة أو المقطع الذي يليه هنا يرشدنا الله سبحانه وتعالى في هذا الدرس إلى نواحي مهمة جدا يعني هذا الدرس الآن اللي خاصت لكم في النقطتين هذه الحرص على حفظ اللسان وعدم الاكثار من الحلف والله أني ما سويت والله أني بروح والله أني تعال والله في أكثر من الحلف وهذا لا يصح ويضعف الإنسان ويضعف الحلف يعود الإنسان على الحلف قد يكون هذا الحلف غير صحيح الثاني لو حلف الإنسان على شيء قال والله ما أروح مع ذا الطريق أو والله ما أزور مثلا خالطي أو والله ما أزور أخوي هذه فيها قطعة رحم ثم تراجع واستغفر ورعا هذا خطأ اللي سواه هنا ماشي يسوي يكفر كفارة يمين لأنه فيه خير هو لأنه فيه خير ثم بعد ذلك خلاص يعني ممكن يروح ممكن أبعد لكم مثال مرة ثانية شخص أو طالب قالت ولا ما أحضر عندها المدرسة قسما بالله ما أحضر عندها المدرسة مثلا لكن المصلحة أنك تحضر لأن فيه غياب وفيه درس بتفوت فهنا المصلحة أنك تستمر في حلفك أو تحضر الدرس لا المصلحة أنك تحضر الدرس فهنا إنسان يكفر عن يميني ثم يحضر الدرس وليس فيه شيء وليس فيه شيء طيب بتقول لي الساد وش معنى كفارة يمين يعني كيفية الطريقة الطريقة هذه كفارة اليمين بهذا الطريقة طعام أو كسرة عشرة مساكين طيب مشلون أطعمهم العادة مثلا ممكن أنهم ربع كبسة نصف كبسة يوزع على عشرة أشخاص أو لبس معين يلبسونها عادة للناس فالإنسان يشتري منه عشر ويوزع على المساكين وأسهلهم هو هو الإطعام في الغالب الإطعام هو اللي يسلكونه الناس ناس مثلا محتاجين عددهم عشرة فيعطيهم مثلا ربع كبسة كل واحد ربع كبسة كل واحد نصف كبسة حسب حسب الحال وحسب البلد وحسب اللي يعني عن الوضع طيب ما لقى ما عنده مال شي سوي تحرير رخبة إذا ما سطع على رقم واحد ولا سطع على رقم اثنين هنا يصوم ثلاثة أيام وهنا في خطأ يلتكبه للناس على طول يبدأ بالصيام مباشر يبدأ بالصيام ثلاثة أيام هذا خطأ أول شيء هو رقم واحد ورقم اثنين اللي يقدر منهم ينفذ إذا ما سطع لا على واحد ولا على اثنين اللي يطعام أو كسوة عشرة مساكين أو تحرير رقبة هنا يأتي الثالث سيام ثلاثة أيام سيام ثلاثة أيام أيضاً نحن في صفحة الآن 27 تعظيم الحلف بالله تعظيم الحلف بالله ما الواجب أثناء الحلف أنا الحين حلفت وشو الواجب؟ الواجب أمرين يعني كل هالورقة هذه لخصتها لك في السؤال الصدق في الحلف إياك ثم إياك ثم إياك أن تكذب وأنت تحلف والله إني سويت وما صار شيء والله إني ما سويت وهو فعلاً صائل أصلاً لأن هذه هي انظر معي للحديث هذا انظر معي حذر النبي عليه الصلاة والسلام منها اللي هو اليمين الغموس فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراق بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس هذه واليمين الغموس لأن تغمس صاحبها في النار يعني يحلفه كاذب يحلف ويكاذب طيب وشي الحل يا أستاذ أفرضين أن سويت أنا سبق سويت والحين خلاص يعني خلاص أبتوبي لله تحقق شروط التوبة الاستغفار والندم وعدم العودة وإذا كان في حقوق لابد ترجع لأصحابه طيب أنا صادق في حلفي فحلفت هنا يجب أيضاً على الشخص المحلوف له أنه يصدق المحلوف له أنه يصدق وش الدليل؟ هذا هو الدليل طيب ما الحكمه من ذلك؟ هو تعظيم تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم الحلف به ولهذا نصيحة إليكم وإيها الطلاب والطالبات احذر من الكثار من الحلف احذر ثم احذر ثم احذر لأنه ليس بالأمر السهل أن تحلف برب العالمين برب هذا الكون فلا يكون الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليك لا لا بد انساني ينتبه لمثل هالجواب الحلف بغير الله إذا عرفنا أنه يجب الحلف بالله سبحانه بأسماء وصفاته فسيكون هذا الدرس من أسهل الدروس هل يجوز الحلف بغير الله؟ طبعاً الجواب هذا بالخط العريض وانا وضعت عليه مستطيل لا يجوز الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى مثل يا أستاذ واللات والنبي والحسين وحياتي وأمانتي وذمتي وصلاتي أو واحد يقول له ترى في ذمك ترى أمانة لا كل هذه لأن هذه كلها مخلوقة وقد يكون بعضها جمادات مثل مثلاً مثلات والعزة هذه جمادات أو مثلاً والنبي والحسين وحياتي كل هذه مخلوقات وقلنا الحلف ما يكون إلا بأسماء الله وصفاته في الشراح اللي قبل أو المطاقات اللي قبل أو الدروس اللي ماضية بأسماء الله وصفاته ما يستحجوه يقول بأمانتي أو ذمتي أو صلاتي أو لاحظ هذا مكرر كثير بصلاة أمي وابوي أو بروح أمي وابوي لا يقول والله والله وتالله وبالله أقسم بآيات الله أقسم بالعزيز الحكيم كل هذه جائزة نكمل أيضاً في صفحة ثلاثين أفتح صفحة ثلاثين عشان تتابع معي الحلف بغير الله صفحة ثلاثين ما الدليل على تحريم من حلف بغير الله هذا هو الدليل هذا هو الدليل اختر واحد منهم سواء حديث عبد الله بن عمر أو حديث عبد الرحمن بن سمرة كل هذه تعتبر صحيح من حلف بغير الله فقد أشرك من حرف بغير الله فقد أشرك طيب ما كفرت الحلف بغير الله إنسان حلف بغير الله واخطأ انظروا لهذا الأسلوب السهل في العلاج أن يقول لا إله إلا الله إنسان حلف بغير الله زي ما ذكر لك في الشرعوة الله وبالله أو في ذمتي أو أمانة طيب ما شو يسوي يقول لا إله إلا الله وش الدليل يا أستاذ هذا من حلف فقال في حلفه اللات والعزة مثلا فليقول لا إله إلا الله هذا هو الشاهد هذا هو الشاهد يقول لا إله إلا الله الإقسام على الله سبحانه وتعالى وهذا درس قد ما يتكرر عندكم كثير لكنه موجود وش معنى الإقسام على الله الإقسام على هو الحلف لهذا هو وضعه في باب الحلف الحلف على الله تعالى بأن يفعل أن يفعل شيئا أو أن لا يفعله طيب مثالة قول أقسم عليك يا ربي أن تنصرنا أو أن توفقنا أو غيره طيب ما أنواعه لخصتها لكم هنا أنواع الإقسام على الله جائز إذا كان الباعث هو حسن الظن بالله إذا كان الباعث هو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ليس فيه غرور محرم إذا كان الباعث هو الغرور والكبر يعني يرى أن له منزلة عند الله عالية ويرى أنه بصلاحي أن له عند الله يعني منزلة كبيرة أو أنه شخص مستجاب الدعوة أو غيره فهنا لا يجوز أما إذا كان الباعث هو حسن الظن بالله حتى ذكرها لك هنا حسن الظن بالله والثقة بعطائه ومع قوة إيمانه والاعتراف بالضعف كل هذه المعاني إذا كانت موجودة في الشخص فهنا لا بعس أن يقول أقسم بك عليك أو غيره من الألفاظ في حديث هنا يفتح لنا الباب في هذا الدرس كامل رب أشعث أغبر يعني شخص فقير راسه مغبر ليس له مكان عند الناس ماذا قال لو أقسم على الله لأبره يعني لو قال أقسم بك عليك يا رب أن تفعل كذا أو أن تنصرني أو ترزقني لا استجاب الله له لماذا؟ لأنه حقق هذه الشرط حص الظن بالله وثقته بعطائه وقوة إيمانه أما إذا كان الباعث الغرور والكبر فهذا محرم وهذا موجود في النوع الثاني هذا أحد تحت خط هذا هو النوع الثاني أعلم لكم عشان تسير لكم واضحة دليله هذا هو الدليل هذا ما يتعلق بهذا الدرس وننتقل إن شاء الله في الوحدة الثالثة والرابعة والخامسة في الأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته